الجيش يؤكد أن الطريق الواصل بين موريس ودمت باتت مؤمنة إنجاز تحقق بعد معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني وما تسمى بالقوات المشتركة من جهة ضد قوات الحوتيين في الأطراف الشمالية لمدرية قعطبة فيما تتركز المعارك حاليا في محيط معسكر العلال الاستراتيجي الجيش الوطني تحدث عن انهيارات في صفوف مسلحي الحوتي بعد أن تمكن خلال معارك الساعة الماضية من استعادة السيطرة على معظم المناطق الواقعة في محيط الطريق الواصل بين قعطبة وموريس تم اليوم انتصار كبير تم فتح خط قعطبة وموريس وتم تحرير التباب المطلع على الخط يميعا تبت الوعل وتباب الجاوري لها والآن المعركة في جوار المعسكر العلالة تم تمشيط حمر المليشيات تفر الحمد لله يعني الاصابات قليلة في نماء تم اغتنام معدات سيارات قد قم أسلحة الكثير من الغناعم وفي موريس حررت قوات الجيش مواقع صامح والدوير الواقع غربي منطقة موريس وفتحت خط نقل الشيام الرابط بين منطقة موريس وقعطبة ونجم عن هذه المعارك مصرع ثمانين من مسلحي الميليشيا وجرح العشرات كما تم أسر عشرات المسلحين وفقا لمصادر الجيش الوطني لقد حقق الجيش الوطني بجميع وحداته والحزام الأمني وقوات العمالق وجميع الوحدات العسكرية انتصارا كبيرا في هذا اليوم مرورا من قردح إلى حمر القوز إلى السبتة إلى دار السقمة إلى حمر السادة إلى معسكر العلالة الاستراتيجي ومنذ أسبوعين تقريبا اندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين الجيش الوطني ومقاتل ميليشيا الحوثي إثر تراجع القوات الموالية للحكومة في هذه الجبهة تمكن بسببه مقاتل والميليشيا من التقدم والوصول إلى قعطبة والسيطرة على معسكرة مهمة على الطريق الممتد من موريس وحتى قعطبة معارك الأيام الماضية تسببت في إلحق الأذى بالمدنيين وسط انتقادات من المنظمات الحقوقية للانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في هذه المناطق من جميع الأطراف ففي بيان لمنظمة سامر الحقوق والحريات أوضحت المنظمة أن الطرفي الصراعية عن مدان مهاجمة أهداف ذات طابع مدني الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرح من المدنيين أغلبهم نساء ونزوح آلاف السكان إلى مناطق أخرى يفتقرون فيها إلى الإغاثة وأكدت المنظمة أنها وثقت مقتل امرأتين أحدهما مسنة في السبعين من عمرها في مديرية الأزارق برصاص قناص حوثي أثناء ممارسة حياتها اليومية كما وثقت أيضا اقتحام ميليشيا الحوثي لمنازل مواطنين ونهب ممتلكات مدنيين ولفتت المنظمة إلى أن قرى لكمة الدوكي تعرضت لقصف عشوائي من قبل ميليشيا الحوثي بأكثر من عشرة قبائف استهدفت مناطق المدنيين ووقعت إحداها على محجر صحي خاص بمرضى الكوليرا في وقت يعاني فيه السكان من وضع إنساني في غاية السوء بسبب العملية العسكرية وضعف المساعدة الإنسانية وعد موجود مراكز إيوى جاهزة وغياب شبه تام للمنظمات الإغاثية ترجمة نانسي قنقر